تعتبر منظمة الانتربول أن ما نشهده عالمياً من انتشار لجرائم فيروسات دفع الفدية وذلك يؤثر ليس فقط على دول العالم الأخرى بل أيضاً على هذه المنطقة لذلك نعمل مع المعنيين في هذه المنطقة من مؤسسات إنفاذ القانون للعمل سوياً بغيات حماية نظم ليس الشركات فقط بل أيضاً البنية التحتية الأساسية لأن تعطلها سيؤثر على سكان هذه المنطقة من الصعب أن نحدد بالأرقام ما الذي يحصل في كافة أنحاء العالم وذلك لأنه لا يتم الإبلاغ عن هجمات فيروسات دفع الفدية من قبل الشركات التي تتردد في الإفصاح عن هذه المعلومات لمؤسسات إنفاذ القانون لأن ذلك سيؤثر على سمعة الشركة ومراكزها المالية ولكننا نعمل مع شركاء من القطاع الخاص والذي يقدر بأنه بلغت قيمة الخسائر الناجمة عن هجمات الفيروسات دفع الفدية في 2021 حوالي 21 مليار دولار أمريكي عالمياً ويتوقع أن ترتفع قيمة هذه الخسائر بشكل كبير وبحلول عام 2031 ستصل إجمال قيمة الخسائر هذه إلى أكثر من 200 مليار لذلك لا بد من العمل على معالجة هذه المشكلة العالمية والتي من الواضح أن هذه المنطقة تعاني منها أيضاً ليس فقط globally but obviously within the region here